خليكو في حالكو امي تفتح النار على المتنمرين على بنت اختها كايلة بنت دنيا سمير غانم ورامي ردوان وده بعد ظهور كايلة مع دنيا سمير غانم في احد عروض مصرحية انستونا اللي بتقدمها دنيا سمير غانم وقبل ما ابدأ الفيديو كالعادة بتنسوش اللايك والاشتراك وتابعوا معايا الاخر الفيديو بعد حملات التنمر اللي طالت كايلة بنت دنيا سمير غانم والحملة الشارسة اللي محطوطة عليها اليومين دول ان كايلة بنت دنيا سمير غانم مش جميلة زي باباها ولا جميلة زي مامتها دنيا وقالوا هي ليه دنيا ما خلفتش تاني وطبعا دي خصوصية كل شخص ومحدش له دعوة بيها كمان تطولوا قالوا ان ليه امي مخبية خبر انها حامل برغم ان فيه تأكدات كتيرة جدا انها حامل وبرغم ان حسن الرداد نفسه قالوا هيسمي ابنه او بنته ايه وقبل كده في الفيديو قلت لكم ان حسن عاوز يسمي لو بنته يسميها فاجة على اسم والدته الله يرحمها او لو ولد هيسميه فاجة على اسم اخوه الله يرحمه طبعا بعد ما كان فيه شائعات ان هم هيخلفوا لو بنته يسموها دلال ولو ولد هيسموه سمير طبعا حاملة التنمر دي على قيلة بنته دنيا سمير غانم خلت امي سمير غانم تخرج عن صمتها وتتكلم وكمان كانوا بيسخروا من شكل قيلة ومش مصدقين ان داية بنت رامي ردوان او دنيا سمير غانم وبيقولوا يا دي ازاي بنتهم بعد ظهور قيلة بنت دنيا سمير غانم في مصرحية انستونا الحقيقة ان دنيا خدت العهد من والدتها وابتدت كمان ان هي تاخد معها قيلة في المصرحيات بعد ما كبرت شوية دا حصل بالزبط مع دنيا وهي عندها سبع سنين بالزبط وهي قد قيلة ومومتها خدتها معاها في مصرحية اخويا هايس وانالايس وخدتها معاها في العرض الخاص والمخرج ساعتها احمد الابياري يقدم دنيا سمير غانم على المصرح وقال ان دي من اكتر الناس اللي معجبة بيا والناس اللي بتشجعني ومن اصغر معجبيني نفس الحال حصل مع المخرج خالد جلال وهو مخرج مصرحية انستونا اللي بتقدمها دنيا ويقدم كايلة على المصرح في العادة دايما ان دنيا عمرها ما قدمت بنتها على اي مصرح او في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بل دايما لما كانوا بتصور معاها كانوا بيتصوروا دايما بدهرهم وكانوا بيبقوا لابسين زي بعض بتشيرت كده مكتوبة عليه مصرحية انستونا لكن دنيا عمرها ما تقدمت بالخطوة دي وقدمت كايلة لجمهور اللي ان اول مرة فعلا ظهرت فيها كايلة كان في العرض الخاص بتاع مصرحية لكن التنمر على بنت دنيا سمير غانم والحملة الشارسة اللي متوجهها ضد طفلة ما كملتش عشر سنين حملة شارسة جدا وممنهجة درجة ان امي سمير غانم ما قدرتش انها تسكت وزي ما انتو شايفين تعليقات كتيرة جدا لامي لاول مرة تعمل كده ولاول مرة تخرج عن صمتها بسبب التنمر الشديد والتدخل في خصوصيتها وخصوصية عائلتها سواء كانت دنيا او هي او حسن الرداد او رامي ردوان طبعا المتابعين او زي ما قالت امي سمير غانم المتنمرين بيقولوا ان الدنيا جميلة او رامي جميل ازاي دي مش معقولة تكون بنتهم دي اكيد اخت رامي مش معقولة تكون بنت دنيا ورامي ردوان عشان كده امي سمير غانم دخلت في التعليقات ودخلت في اشتباكات مع اللي بيعلقوا وبيتنمروا على بنت اختها كايلة وابتدت ان هي ترد عليهم عن طريق خاصية التعليقات في تطبيق الانستجرام وردت عليهم ردود لأول مرة تقولها امي ده بعد صمت رهيب من امي ودخلت في اشتباك معاهم بخصوص موضوع الخصوصية اللي المفروض الجمهور يحترمها بالفعل التعليقات اما شفتها لحزيت ان هي تعليقات قوية وفيها عدم احترام للخصوصية بالاضافة ان فيها تنمر كبير جدا على كايلة وتنمر كمان على دنيا وامي وكل العيلة امي طبعا ادقت من انتهاك خصوصية عائلتها وابتدت ترد على المتابعين وده الوقت حالا هجيب لكو صور التعليقات وردود امي سمير غانم عليها من خلال حسابها الشخصي زي ما انتوا شايفين في واحدة بتعلق وبتقول لها خبيها بنتك انتوا بنات غريبة كل شوية تخبوا اختك تخبي الحمل وانت تخبي بنتك ايه ده حركات نسوان الله يرحمها بقى تعليم الفلاحين طبعا في اشارة للراحلة دلال عبد العزيز ردت امي سمير غانم وقالت لها والله ملكيش فيه نحط نخبي ناكل نشرب ابويا يموت امي تموت انا موت ملكيش فيه يا نجوة وربنا اتولانا من غلستك وغلاثة كلامك اما بالنسبة للتعليق التاني هي ما خلفتش تاني ليه مش معاها فلوس مثلا امي ردت وقالت والله مش من حقك تكتب كده او تكتب كده وعيب هو انت تعرف هما فيه ايه ولا فيه في حياتهم ايه ما تخليكو في حالكو احنا شفنا كتير ملوش لازم استزراف في حياتنا ومن قلبي قبل الفجر كده حاسبي الله ونعم الوكيل اما عن تعليق معلقة بتقول شكلها وحش قوي زي امها للأسف ما خدتش حلاوة ابوها طبعا امي ردت عليها وقت لا ما تخافيش مش هتلاقي في حلاوة ابوها يا زينب وهتعيش في الشر طول عمرك لا اله الا الله والتعليق اللي بعد كده واحدة بتقول طيب وبعدين فرقنا شي طبعا امي سمير غانم ردت عليها وقت لاها ولاحنا يفرق معانا ان حضرتك تعلقي استغفر الله العظيم اما بعد كده في واحد بيقول ايش الاسم البايخ كايلة زمان الكايلة بدى الميزان قبل الرطل والكيرو المفروض تسميها دلال طبعا امي ردت له دي حرية شخصية احنا حرين في حياتنا حد تدخل في اختيار اسم اولادك طبعا زي ما انتم شايفين تحسوا انه هي حملة مو منهجة عشان يستفزوا دنيا وامي سمير غانم في اكتياح خصيتهم طبعا خصية الفنان دي حاجة دي حاجة ترجع له هو بس لانه هو الوحيد اللي قادر انه هو يقول اسراره الشخصية وقادر انه هو يخبيها لانه زي زي اي بني ادم عادي وزينا وزيك وزي اي حد من المتابعين هو حرف ان يقول وحرف انه هو يخبي لكن التنمر السافر على بنت كايلة اللي خلى امي ان هي تخرج عن صمتها ده اللي خلاها فعلا ان هي مش قادرة تسكت خاصة ان في الفترة الاخيرة طارتهم شائعات كتيرة جدا جدا وخاصة بعد وفاة دلال وسمير الله يرحمهم وبعد طبعا ما كانه فترة نفسية سيئة سواء امي او دنيا دنيا حاولت ان هي تتخطى الصعب بتاعها لكن امي قعدت فترة كبيرة جدا نفسية كانت سيئة جدا وكلنا كنا شايفين الموضوع ده على حسابها على الانستا وعدم ظهورها التام لكن بعد فترة برضو قدرت ان هي تتخطى هذه الفترة الصعبة وبرغم كل الفترات الصعبة اللي عاشوها امي ودنيا بعد وفاة والدهم وولدتهم امي اسفة دلال وسمير لكن برضو طالتهم الشائعات بشكل جدا كان من اول هذه الشائعات هي انفصال امي سمير غانم عن حسن الرداد واللي طبعا بينفوها بشكل غير مباشر من خلال بعض الكلمات على انستا او من خلالها تهديله بوكي ورد او تحتر معاها العرض الخاص بدون ما تقول طبعا او تنفي الشائعات وفي النهاية طبعا بنعرف ان هي مجرد شائعات كمان طالت دنيا سمير غانم بعض الشائعات عن انفصالها عن رامي ردوان لكن طبعا ما كانتش حية وكانت مجرد شائعات اما عن شائعات حامل امي فهدي اللي كانت اكثر تداولا في الفترة اللي بعد وفاة والدتها لكن بالفعل يا فعلا امي حامل في الفترة الحالية لكن هي تعلن او ما تعلنش فدي حرية شخصية للفنان نفسه بتمنى اكون الفيديو عجبكم لو عجبكم تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وسلام عليكم اشتركوا في القناة